اشتركوا في القناة ومملكة البحرين واليمن واستعرض ميرزا خلال اللقاء آخر الإنجازات التي تحققت في قطاع الطاقة المستدامة والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الألمانية في تلك المشاريع والمناقصات بالإضافة إلى فرص تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة من جانبه أشهد الوفد بالشوط الكبير الذي قطعته مملكة البحرين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأبدأ اهتمامه بتعزيز التعاون بين هيئة طاقة المستدامة ومكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والتحول إلى مستقبل طاقي أكثر استدامة